السلام عليكم شباب رابطونوا في خير نريد انطبق على ودها لما نجي نعمل ان نظلل زي ما نعند شايفين انا كي نظلل حاجة بحاول اظللها من تحت الفوق على اسل ان الرضاق جاية من فوق فالجزء اللي بيوصل لوضاق اكتر هو اللي فوق وجزء اللي بيوصل لوضاق اقل هو اللي تحت فبيحاول انها تقل من تحت في نفس الطريقة اللي بتاعملتها وانا اعملونا هجاز دي كذا تدريج عشان اخلاها ماتيريال تانية خلاها ماتيريال حاجة زي حجر كده انا بس بمعملات تدريج من تحت الفوق هبدأ انا هزلل الازاياز دي ما صنعنا قبل كده هفرد اتجاه مع عينا تظلل منه وابدأ اللعب على الفريكشن برضو هفرا Nice هفضلل كل شريحة من الازاياز اللي واحدة كل واحد اizz升 قبل كettre يجيل هفرد حول ثم بكtype بالطريق من الشريحة الإزازة داخل القو ترجمة نانسي قنقر 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 ابدأ اضلله من جهة الاتجاه ده عشان ان الاتجاه ده مش وصل له قضاءة اكتر انا ما يبقى عندي جزء لونه ابيض بنا بحب اسيجو السيادة عمومة بس فرصاص بممكن اضلله عادي ممكن اضلله بحيس ان انا ادرجه من اتجاه المعاكس الاضاءة بطيل خفيف بحيس ان هو يديني افكت حلو او لمعاين مثلا او حاجة زي كده وانا برضو ممكن اعمل اسلحة ريب نفس التكنيك اللي انا عملته في الحجر عشان يرودوا على بعض اشتركوا في القناة بالقناة جزء المدخل التقريب يمكنque الاصل العضاءة خاصة او هيبقى يضل لمعة في 30 لمعرة تدريج 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 بتدريج بحيث ان هو يبقى تدريج خفيف لإما أهم هرسم تدريج الظل ومنظور الظل صريح بلون غامق مصمت ملامح مش بتدريج بس أنا أفضل التدريج يعني في بزات في الوصص اشتركوا في القناة برمي هنا ضل آآ عشان أباين سمك التاكسيات تاعت الواجهة دي لانها دي بارزة ودي غطصة ضل آآ عشان أباين سمك التاكسيات تاعت الواجهة دي لانها دي هتبقى لون التقريبه أعز دقيق لأكتر برجع عايد عليها تاني برضو انتجاه معاجس اللي هو مش نيدي نيفكت اللي أنا عايزه دي حاجة خشنة مسلا دي زي خرصانة أو حاجة خشنة برضو أعمل السلاحة زي الأسلاحة التانية عشان يبقى نفس الرودو على بعض وكده هكون خلصت إظهار بسيط وسريع للواجهة وقتين نحس دي حط للمسات الأخيرة زي الشجر والسمن السامة هبدأ عمل السامة خفيفة خالص كما هو منواع التشير وهو تشير شغبات خفيفة كده خالص تدي إفكت السامة بزات فروسوس فروسوس ما بقى أنا ما بتقلش ما بقى شغباتش كتير حاجات خفيفة خالص تدي إفكت السامة بتاعي لان عايزه شوفوا خطوط عندي خفيفة زي خفيفة جدا ممكن تتقل في حتة معينة وتخفيف في حتة أكتر كمان مدقاش بين بس هي مش أكتر من كده هنا يبدأ تقل في حتة معينة تقلها أكتر لكي تدين إفكت النبي مثلا جزء متضل في السامة شوية بس بكون كده نستطيع نسلم من واجه على كده إن شاء الله أخيرا القطاع القطاع أنا في رأيي أنا أحب إن أنا ما صليلتش في حاجة أو مش خمدتش في حاجة خالص غير إنه من جوه يبقى باهت والألوان برا مثلا أو الظهار الخارجي بتاع السامة يبقى غامل وفي بقى حاجة أنا بحب عملها جدا بدي إتجاه إضاءة من داخل كده عند الشبابيك مثلا وهبدأ أظلل الجزء اللي نهان الوقت هي هاسم بس النيشة أو الحاجة اللي هنا الأول بعد كده هاي أبدأ أظلل هارسم خطين كده أو إتجاه إضاءة أو جاي مش هابيك وهبدأ أظلل كل حاجة مع عدل الإتجاه ده بس فاهمين أنا هارسمها قدابك عشان تشوف اشتركوا وإن هنا التشوف فرح عند الشبابيك Zwix وهنا هنا هنا بالأعلية أ Plant مسلا. هبدأ ظلل ده كي انه لون. زي ما احنا نظلل اللون. تدريج من الاركان بس. هنظلل الخشب مسلا او الفريم بتاع الكمسول. هنظللت كله كاني وزلل القضي اتنوم. قررت القضي اتنوم هو من الاركان غامق. وفاتح من النص. معادة الجزء بتاع ايه? بتاع الاقضاءة. الجزء اللي هو داخل منه اضاءة الشباك. بس ده ما مزلللوش. او ما بحطش في اي حاجة خالص بس يبقى ابيض. نفس الفكرة هنا برضو. هنظلل كي انا بقى بكل حاجة فكي انا باجه عند الجزء اللي هو جاي عليه اقضاءة ومش هنظلله. مش هلونه. مش هعمل في بايحة خالص سيبقى ابيض. رسومات بس امران رسومات. نفس الفكرة هنا اقض. اشتركوا في القناة. بس كون كده وصلت الازهار بسيط للقطاع. يا ربي يكون افدتكم. السلام عليكم. السلام عليكم.